شكرا من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وآله وبعد السلام عليكم رحمة الله وبركاته أهموني وألخي أتمنى أنه سيكون مرحبا ومصطفى ومصطفى أمين اليوم سأتحدث عن كيف تستطيع فشور في نامس في صلاة ولكن قبل ذلك أريد أن أتمنى لأجعل دعاء لأجعل دعاء لأجلاء ومصطفى في إندية ومصطفى أمين أتمنى أنه سيكون مرحبا ومصطفى 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 تشغيل بسبب لتخطفى ومصطفى ومصطفى يمكننا أن نفعل دعاء يمكننا أن نفعل دعاء الله سبحانه وتعالى ونفعله حتى أنه يضعنا لحظة مختلفة الوقت لذلك يمكننا أن نفعل دعاء لنا في دعاء لنا لنا في الدعاء في إيديا وكينة وكينة الله منصور الإسلام وأعز المسلمين وغد للشركة والمشركين الله منصور إخوانا من المستفع فينا في الهند في كشمير الله منصور المسلمين في الصناعة الله منصور إخوانا من المستقع فينا في قرنا الله من أيد من أصلك المبين الله من مرضك على قلوبهم الله من ثبت أقدامهم الله من أنك عدوهم يا رب العالمين الله من ألب بين قلوب المسلمين 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 لا تلع علينا شرار و لا تسلط علينا في ذنوبنا من الله خافك فينا و لا يرحل أمين أمن أمن أخبركم أنكم تستطيع أن ترى هناك ورأني أكثر كيف هي الصوت؟ أعلم أن هناك الكثير من حلقات يتحدث أخبركم بعض المصرح هناك و هناك لكنها لا يتخبئ يمكنك ان تسمعني رأيتك أريد أن تسمعي شأنه يمكن أن تسمعني جميلة أنا فقط أفكر أن هناك تقريباً 30 سنة بينما يسأل المسؤول والأولى طيب الحمد لله، فقط أخبرتنا ويساعدت المسؤولين ويساعدت المسؤولين ويساعدت المسؤولين ويعرفين يسرون فجر لا يسرون فجر في الوقت والله، لا يعرفون ما يسرون لا يعرفون ما يسرون يعني إذا فلت أخبريني لي وكذلك بعد سروا فجر وكذلك أنا أعتقد أن أفكر. الحمد لله شكراً بسيطة الامة إذا كانت أشعر أشعر في العالم الحمد لله كل شيء جميل كل الناس التي ترى فيك إن شاء الله جميع المؤمنين جميع المؤمنين فقط تنتهي فجر سبحان الله في الحديث ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن ضوءها وخشوعها وربوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الظنوب ما لم تأت كبيرا وذلك الدهر كلها بسيطة المشكلة أن تشعر أفضل أن تشعر أفضل يستشعر أفضل أن تحضر أفضل وأن الله يتقنك فيهzing تصوير ما هو الشكل؟ ما هو تحضر الأفضل؟ ما هو تحضر الأفضل؟ تراكم هذا الحديث هذا السبب حديث رسول الله إن أي موسيقى، عندما يتحسن في حيث لده، يتحسس فيها . حسنًا، نحن يتحسس عبادة، خشوانًا، وفوكومًا، وفوكومًا، خشوانًا، وفوكومًا، وفوكومًا، على ما رسكتك في حيث تهل بي. في العربية العربية المتحدث عن الصلاة النماز الصلاة الصلاة literally means الدعاء الصلاة الصلاة الدعاء ممتاز 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 لذلك لذا نقول الله أكبر كلما نقول السلام عليكم الدعاء النماز النماز نماز ممتاز الدعاء أعطينا من أشخاص في حول الناس في أساسي وقد رأيت بعض أشخاص بشخصي من أشخاص من أشخاص وهم سألتني بالتعامل فلن أقوم بإمكاننا أفضل قائمة أعطينا 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 سبحانا وطعلا يجبهم إلى الإسلام ونقوموا بإمكانهم فقط بإمكانهم أمين يا روح أمين فصوصاة يلسلس بلسلس الناس إلي الصلاة إلي صلاة معامل الغير حشوة حشوة حكومة ويحسن ركوةها وإنه حبيث إلا كانت تفارة لما قبلها من ذلك فإن هذا المسكين سيكون مقاملين من الأشياء التي تحققها تلك الأشياء أحد الأشياء التي تحققها تحققها الله أكبر الله أكبر ترى أنه يبدو أنه يكون هناك أشياء كبيرة ثم تكون تحققها تتركها سبحان الله لذلك عندما تحقق بعد كل الأشياء يتحققها الله يرغبوه الله سبحانه وتعالى رمثing those sins automatically ما لم تأتكبيرا لذلك يتوقف المناسب 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 من المناسب وعطل المناسب كتابة، تضع العراسة وطرقنا، تباط إذن فرصة لذلك عندما تقلُد المناسب عندما تتوقف المناسب في مهايصات يتطلب قدور مهو حقا المهو حقا مع سيحدة الأمر Murhoa مع سيحدة مافة مع سيحدة الأمر لا ت worry about sub施 المفقرة سيكون منها مفقرة سيـَرَيْسَ مفقرة سيـنكون من صلاة سيحنن ذلك ويأنه سيكون الدفاع من خلال السيـن أي حل الجسته سيـنوذج تحدث على المفقرات يـنطلع الله سبحانه وتعالى إنه يقول الخير بهم قري أفلح الامير أفلح العين صحسفين ديذار الأبناء الذين هم في صلاتهن خاشعون أفلح الامير هؤلاء هم في صلاتهن خاشعون هم بكن أن يتحرك ومقال أن يتحرك وإن الفلح وإن الثلح لإنهار الأفلح اتتتتتتتب في مجمونا اتتتتتتتتتتрамه اتتتتتتتتتتتتت ب leather اتتتتتتتتتب في أزارة اتتتتتتتت بجريب كيف يمكن مستسلم أتتتتتبوا بطريب ومع الصنعف أو المصادعه وكم لا تتتتتتتتت ونالراه وكم لا تتتتتتت with انتتتتتت وما لا تتتتتت ؟ هل لئي هل ريالك تتتتتتتتتت Detلائح أحاولك تحتاج إلى المساعدة الله سبحانه وتعالى لذلك السعودة بما في هذه الحياة وفي هذه المتحدة تحتاج إلى القشور في الصلاة أولاً قوالية للسعودة والتعامل بالسعودة هو أن تكون في الصلاة لتكون قشور في الصلاة ولكن كيف يمكن أن أحاولها؟ أعلم أنه مجدداً لنا لذلك السعودة هل هناك أيضاً مننا الذين لا يوجد مشكلة؟ هل هناك أيضاً مننا عندما يقول الله أكبر ما شاء الله يجب أن يتعلم من الأبد إلى الأن؟ أبداً كان هناك مجدداً للصلاة كان هناك مجدداً للصلاة وكان هناك مجدداً للمسلمين لأنها ليست كم من مددد ومسلم أن تكون تحضروا ثلاثاً لكما تشهروا لكنها تحتاج إلى مجاهدة وخصفة وحاولها ونسبب وفهمهم وحاولها وكاونة حاولها سأريد البعض بكيات الأخوة الأول كل يتأكيد من أنت عارضة في أرادقاء، بما يتكلم في صغير ويقولون يتحدث عن المتحدث أو نتحدث عن مدينة أجارة ganzما يتحدث في مهات الأخوة leading لأنني سأكون قدرًا. سنكون قدرًا لهما أو أكون قدرًا سنقلًا. لكن تبقى أنك تشعرًا. أنك تشعرًا، أنك تشعرًا لأنك تستيقظًا فلا 떨أيت ، وكأنك تشعرًا شبكًا مستعدًا لتصبح الإنسان. أنك تكون متعاصة. لذا ما هذا هو سيئ . أنك تتعلقًا للتص работة الإنسان. المترجم للقناة قلتنا بعض الأشياء التي تحصل على مرحلة حتى تحصل على خشوة ولكن لأسفل كما نتجعلنا مثل عندما نقوم بفضل هناك دعاء لتحصل على بفضل وعندما نقوم بفضل وعندما نقوم بفضل نحن نقوم بفضل نحن نقوم بفضل بفضل انتظار وفي البنا llega وفي البنات نتجه اعتبت تكلم الله اجعلني من التوابين انتظارين وعندما اتنى من تقوم كما يتشهد وتقوم كما يتشهد تقوم كما يتشهد تقوم كما يتشهد اتشهد أبداً؟ نعم عندما ترى الآذان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول عندما ترى الآذان كما يتشارك مع القشوع والقبرة نعم فهي تقوم بيشهر بيشهر تكون متعاياً قد يتعلم بيشهر قد يقول الله أكبر متعاياً قد يتعلم بيشهر ما تقول؟ الله أكبر الله أكبر ثم يقول حياء على الصلاة حياء على الصلاة يقول لا حول ولا قطح إلا بالله ثم هناك تحديد one here's a package the Prophet ثم سال الله لأ الوسيلة simple الله عبد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهما طاما محمولا للذي معاته simple oh Allah the Lord of this perfect supplication this perfect religion and this current grant Muhammad the high status in paradise and the position of shafa'a soon you recite this guess what happens the prophet he will be eligible for prophet Muhammad's intercession you come on the day of judgment with a bunch of sins with a lot of mistakes growbacks so the prophet will intercede for you before Allah not to even not to be punished for those sins you need to go straight to heaven insha'Allah without reckoning or without recompense for the sins you've committed what does it take us after every adhan when you repeat after the mu'adhan say the supplication it's not hard brothers and sisters sometimes sometimes I estimate the time I watch the news facebook where I read some of the questions it takes half hour an hour and only sometimes several hours subhanallah but repeat it after the mu'adhan one minute saying the supplication after the adhan listen a minute so why do we miss that we shouldn't be missing that anymore insha'Allah okay at home the prophet sallallahu alayhi wa sallam yahdiikum allahi wa sallih baalakum to all of you at home you should designate a place for the prayer away from any distraction can you imagine somebody is praying I'm talking about those who pray at home either the sisters or those who can afford to go to the masjid or the masjid is far away from them so that they pray at home or people who are you know very keen not to miss not to miss the final tournament so they're watching tv and hear the adhan and you know they're very dedicated to watch the game so whenever they pray they pray and they lend an ear to the game or to the movie correct I can assure you that Allah is not interested in this prayer Allah wants you entirely and that's why if you pay attention to the literal meaning of salah which is al-du'aa al-salah lughatan al-du'aa when you say Allahu Akbar Allahu Akbar means what Allah is greater greater than what greater than anything and everything so it's not possible you're saying Allahu Akbar you're praying and your ears are listening to something else okay you're paying attention to something else you don't want to miss the scene that is not your missile and in this case you're not getting to sure just imagine the Prophet صلى الله عليه وسلم says إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء whenever it is عشاء time which is the late prayer the evening prayer and meanwhile dinner is served which is called عشاء by the word عشاء is taken from ظلم which is darkness because we pray عشاء darkness that is the last prayer of the day the evening likewise عشاء because this is the late meal so when dinner is served and it is already the Aisha prayer رسول الله صلى الله عليه وسلم says go ahead and begin with the food eat first I'm gonna miss the jama'ah well it's better than attending the prayer why not being attentive قَدْ يَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ بِخَاشِعُونَ one of the greatest tools and means of not just gaining acquiring خشوع but also maintaining خشوع عند الصلاة is to consider the prayer that you're going to offer as if it is gonna be your last prayer the prophet صلى الله عليه وسلم advised one of his companions by saying صلِّك أنك موضع offer the prayer as if it is gonna be your last prayer I just imagine when somebody the doctor said they're gonna only live for a few hours or a few days so I know that normally people will turn to Allah during this time and we stop thinking about the dunya nothing will distract their attention we used to have one of our sisters working at the hospital in the states okay and subhanallah she was a nurse and while given an injection to a patient you know she by accident inserted the needle in her skin the patient had a contagious disease and you know what it means that means most likely she got infected so if he has STDs or AIDS then she will be infected subhanallah so she quit work and she devoted her life until the test results came negative she was in the masjid in every prayer wearing hijab crying crying badly and begging Allah for help begging Allah to save her and every time she sees me doctor please make du'a for me my life is ruined make du'a for me okay we want to be like this sister we do not necessarily have to have a disaster a dilemma or a kiyas in our life to turn to Allah subhanahu wa ta'ala and be devoted in our prayer and have ushuu whom we talk to him you know we rather should do that because we're talking to Allah when we say Allahu akbar we are talking to Allah we're not talking to any of the creatures we're talking to the creator whenever any of you is offering the prayer you should keep a sutra in front of you what is a sutra let me show you you see this rahm it's a quran carrier we just put the quran on top of it to the side it's a stain okay so that's a sutra i don't want to show you people how everyone is praying towards a pole or a pillar or a rahm you know or a chair or keep their stuff in front of you why many people assume that the sutra is in order to prevent only to prevent people from crossing in front of you well this is one of the reasons but it is not everything because the prophet sallallahu alayhi wa sallam says the sutra is mainly to prevent the shaytan from distracting your attention and the prayer yes that is true when you put a sutra the shaytan cannot come between you and the sutra they're gonna say how did this happen this is like you haven't seen the shaytan but you believe that shaytan is there and you believe that shaytan is gonna whisper into you he's trying to distract you from your from the attention and the prayer the prophet sallallahu alayhi wa sallam said every time son of alam makes sajda as shaytan sets aside and he cries he weeps and he says why will he woe to me i've been commanded to prostrate and i refused and i'm doomed to him and son of adam has been commanded to prostrate and he complied he will be saved so do you think that he's gonna leave you alone he's gonna say okay this guy is a devout worshiper brothers and sisters shaytan does not need to go to a night clock shaytan satan doesn't have to hang around in las vegas anymore doesn't have to because people there people there already know their way they don't need any help from shaytan anymore but shaytan will hang around the people who are trying to do what is good to hinder them from the path of allah who struck their way from achieving any good the prophet sallallahu sallam says whenever the adhan is called shaytan takes off and he rushes to leave and then when the adhan is finished he returns back so even while praying sunnah he whispers to you then he says sallallahu when the when the in the prayer he keeps whispering to you how many did you pray makes you think about all kind of things also to things in life when a man came to the prophet and said ya rasul allah I have a very hard time concentrated in my prayer to the extent that I keep thinking that I may have broken wind like I passed wind the prophet sallallahu alayhi sallam said no one should leave the prayer until it is confirmed that you broke wind through the sound or the smell but if it is just a thought do not leave the prayer why he said that shaytan by the name khanzab satan his name is khanzab he is devoted only to make you get distracted in the prayer to distract you not a mosque in the prayer so the prophet sallallahu alayhi sallam said turn to your left side as I'm going to show you right now I'm in the prayer okay and I started thinking about whatever business exam the school you know I'm a painter I paint and I make some art work since my childhood this is my hobby then mashallah some of my painting my drawing would last for three four days I would be working for days and when I was young my parents always made us go to the machine for each and every prayer fajr till isha so subhanallah when I say Allahu akbar I keep thinking about my painting and what I need to do and what colors I need to mix and you know subhanallah and I feel very sorry after I finish the prayer why because I came all the way to the meshed and now I'm thinking about the painting everyone in the field will try to distract their attention from the prayer making them think about their business their school education their other duties so whenever this thought crosses your mind turn to your left side and blow try say I will I in the prayer yes in the prayer can I do that in the mission in jama' yes but do not spit on a person next to you just turn to your left side I just want to show you some beautiful students studying for the final here thank you حسناً حسناً أحبتناً نحن نعلم تحبت سترة حتى لو أنك تتعلم في حالة حتى لو أنك تتعلم في حالة تحبت سترة تحبت سترة تحبت سترة إسهية أنت شخصاً إنه بعمل تحبت صحيح حتى نعيش المترجمات التي تتحدث عن السطر حتى لو كنت تتحدث عن السطر وحيث أن تتحدث عن السطر في المنزل انظروا أن تتحدث السطر في أحدك هناك محطة محطة عندما أذهب إلى المنزل الأول ما أبحث عنه هو المحطة المحطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من خلق محطة انظروا أن تنقلوا بالنقضي إلى أن أغضع المست originally تنظروا لأنهم ي asteroids لأنهم يواجهوهم ورد المنزل من الثلالة are not qu vivية أنها أخضية المثالات في الموسلمين الأمواليزة. إرابama أصدقاء 18% من المسلمين أموالي زوجها هناك ملحانات، 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 ملحانات المشخصين فاكستاني، بغالي، الامركان، رسحونين، مسلمين الشيناس سيكوني مصادر مصادر ونسيقنا على الناس المصادر أعلم ماذا هي الزجارة وحن أتبع الإمام سمع الفتدة عندما تعرف أو تعرف بذلك اماما توقف الأيام التي تعرف بمعطور نفسه حتى في الفترة كثيرة واللهي أهلا وسهلا ستجعل مرز sandal ستجعل مرز나� Sharp و الخفل سنعلم ستجعل نجلب ستجعل مرز مختلفة عندما تسألتها إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا عَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلًا ومع ذلك لذلك يقول إذاً تريد أن تتعلم الأرض بسهولة 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 الله يقول في سورة القمر بسهولة وَلَقَلْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذْدَكِرٍ الله قال لقد قمت بسهولة القرآن بسهولة بسهولة القرآن وليس هناك وليس هناك هذه المساعدة ومع ذلك القرآن ومع ذلك فهولة تتعلم حتى تتعلم حتى تتعلم حتى تتعلم بسهولة تتعلم تتعلم من المساعدة بسهولة تتعلم على المساعدة وحظة تتعلم نعم اونا رابطا بوكي اونا تتكلمات شفية طائمة ان شاء الله اوكلي tomorrow or whenever we have a chance we have another session ان شاء الله عز جلال but now the Prophet صلى الله عليه السلام quoted الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبلي نصفين I've divided the recitation of Surah Al-Fatiha in the prayer, in the namaz between me and myself we spoke about that repeatedly before but many of us either tend to forget or they never heard about it so that's okay to repeat again and again and again whenever a person in the prayer a Muslim says الحمد لله رب العالمين you are praising Allah Allah سبحانه وتعالى is listening he replies to you and he says my servant praised me and that's why the Prophet صلى الله عليه السلام advises us to give a little pass between each two ayahs in order to get the reply of Allah سبحانه وتعالى when I was young younger I could recite the whole Fatihah in one single breath and a lot of people would prefer that in Taraweeh say sheikh or an ex-press imam who would recite the whole parah in 20 minutes no please don't do that you know I would rather recite 10 ayahs with comprehension with pondering over the meaning rather than reciting the whole parah so you can say الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم وإدنا الصراط المستقيم Why? Is it Halal? It's Halal but the Sunnah is the pause by the end of every ayah Allah is conversing with it So, الحمد لله رب العالمين Allah is talking to you and Asa… حمالني عبدي My servant praised me Allah الرحمن الرحيم And then take a pause Allah سبحانه وتعالى say my servant He exalted me مَالِكيَ مُمِ دِينَ الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يا عبواه وألهس الله سبحانه وتعالى هذا هو بينني وُبِي مِنَ نَوْمِ مَنْ نَوْمِ نَوْمِ سَبْتَعِيَهُوا فِي أَبْعَى مِهِفْلِهِ فِي أَبْعَى مَنْ يَفْتَعِيَزِ وَالْاُّهِ أو سنة وصفة الحياة الممتع المعبور هو يعيدة عدوة من أبداً كل شيء يأتي ويأتي لكن إذا كان يتكلم إنه شعب الله أحبك إذا كان يتكلم أنك سيطر في يدها لذلك ماذا يعني؟ نقول إنه بسم الصراط المستقيم يتكلم أن نسرق الله أمه أو الله يساعدنا على المسجد هذا هو المسجد كما أقول لكي لا أريد أن تأخذ الكثير من الوقت وما سأخذ إن شاء الله سأخذ بالأسجل سأخذ المسجد إذا كانت أخذ المسجد سأخذ المسجد ثم إن شاء الله سأخذ دعاء سأخذ بالنظام سأخذ بعض المسجد سأخذ دعاء اجعل دعاء من المسلمون في الماركة اجعل دعاء من المسلمين في حياتنا اجعل الله لنشاولنا وقحمنا صفحتنا ما نجربين اجعل الله سوف تركنا جيدين 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 اجعل الله سوف تركنا فقط لأن الدعاء من فرزين سوف ترسل إن شاء الله يجب الله سبحانه وتعالى اجعلنا نفوضا اقول خول هذا استغفر الله و لكم مصلا الله على سيدينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليمه كثيرا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله الآن أسأل فركاء ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته